زي ما عودناكم دايماً بنجيب لكم كل الكواليس والأخبار الحصرية في برنامجكم نبدأ النهاردة بأخبارنا وكواليسنا من الكاميرون الخبر اللي طالع من الكاميرون بيقول أن سامو الإتو أوقف عدد من الحكام في كرة القدم الكاميرونية بسبب أنهما توطقوا مع بعض الأندية وبعض شركات المرهانات الخبر بقى أول معلومة الحقيقية اللي عندي أن سامو الإتو مع مشاكل كبيرة جداً مع لجنة الحكام وعاوز يغير رئيس لجنة الحكام وكل الحكام اللي سامو الإتو أدرق اسمهم عاوز يطلحهم من التحكيم في كاميرون بالسبب عدم دعمهم لسامو الإتو في فترة الانتخابات سامو الإتو من أول ما تولى رئيسة الاتحاد الكاميروني بدأت بعض المشاكل تظهر معه في الكاميرون أول المشاكل اللي ظهرت مع اللجنة الأولمبية هناك بسبب الانتخابات والتهام بعملية التزوير الخاصة بالانتخابات بعد الاتهامات الأخرى اللي بدأت تظهر أن سامول إيتو بيدوم لعيبة لمنتخب الكاميرون واللعيبة اللي بتنضم لمنتخب الكاميرون دي كلها ماضية لسامول إيتو في الشركة بتاعته مشاكل كتيرة ظهرت على الساحة في كرة القدم الكاميرونية أخرها في بطولة كاس العالم الأخيرة اللي كانت في قطر مع حارس مارمال إنتر أونانا المشاكل دي كلها بس ما وقفتش عند النقطة دي ولكنها وصلت مع بعض الأشخاص المتواجدين في الحكومة نشوف الأيام الجاية يحصل فيها إيه؟ مع سامول إيتو ومع الحكام اللي تم إقافهم